إلى مناظرة علنية دعا مقتدى الصدر نظراءه في الإطار التنسيقي دون يبدل أخير أي رد فعل عليها بدوره قاطع الصدر اجتماعا سياسيا عالي المستوى كان قد دعا إليه رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي مناظرات تختلف عن الحوار الحوار تأتي لتفهم ما هي المشكلة أن تسمع رأي الآخر عندك استعداد تام لأن تأخذ أفكار الآخر لكن بالمناظرات أن تأتي دائما إلى عملية واحدة تفوز على من تناظر وبحكم معرفة طرفي الخلافة فإن معنيين افترضوا أن المبادرة لا بد أن تقتصر على الإطار والتيار دون سواهما لكن ونظرا لتاريخ الخلافات المتواصلة بين الجانبين فإنما سؤالة التناظر تبدو مستحيلة قياسا بفرضية الحوار المناظرة إن لم تكن حلا فهي على الأقل تعطي رسالة إلى الطرف الآخر بأن التيار الصدري مستعد لأي شيء من أجل إصلاح الواقع الفاسد في العراق وأنه مصر على الإصلاح أما الحوارات انتهت الحوارات ما بين التيار والإطار لأن التيار لم يتوصل إلى نتيجة مع الإطار طيلة تسعة أشهر في صيف العراق اللاهب تسيطر حالة من الجمود السياسي على المشهد برمته لصيغة مقبولة يمكن طرحها لإنهاء الأزمة الراهنة عند الجسر المعلق يتمركز أنصار الإطار وفي باحات مجلس النواب واصل أتباع الصدر اعتصامهم بقاؤهم في أماكنهم تفسير طبيعي لأزمة اشتدت وضاق على النخبي حلها لم تفلح الوساطات المحلية ولا الأممية في التقريب وردم الهوة بين الفرقاء السياسيين ما أبقى حالة من الخلاف قائمة حول المضي بتشكيل الحكومة وحل البرلمان وانتخاب آخر جديد وعلى الهامش محاربة الفساد وإجراء إصلاحات جدية سرمد القاصة الحرة بغداد